نادي الزمالك كنت لسي قبل ما أنت تدخل معايا على طول بقول إنه اللي بيحصل أقرب للمستحيل يعني أنت من كم شهر، مش كم شهر، من كم يوم كنت بتقول أكيد في صعوبة إن الزمالك يرفع قاف القيد في صعوبة إن الزمالك يجيب لعيبة في صعوبة إن الزمالك يرتب البيت من جوة في صعوبة إن الزمالك يجيب مدرب أجنبي وكل ده حصل خلال أيام بشكل مفاجئ جدا هم مجهزين، الناس مجهزة كويس قوي عارفة يا بتعمل إيه؟ بص فيه فرق كبير جدا بين إن أنت بتشتغل ببلان وعارف أنت إمكانياتك وبتوظف إمكانياتك على قد الفترة اللي أنت شغل فيها ولأ ده كمان عدت المرحلة دي كمان بشوية يعني مش بس بتوظف الإمكانات بتاعتك على حاجات معاينة لأ ده أنت كمان عديت لأن أنت خد بلك لما تجي تبص على نادي الزمالك صفاقته كلها اللي عملها عشر لعيب أو حداشر لعيب جابهم، صرف عليهم قد إيه؟ هتلاقي الأجانب الأجانب اتنين بربعمائة ألف دولار قصد هتلاقي اللعيب المصريين مش مكملينا 40 مليون جنيه بعارف أنت إيه اللي هو أنت جاب صفاقات جمدة جدا وأسماء كبيرة قوي والتكلفة كلها 40 مليون جنيه دموخ بالمناسبة بالمناسبة معلش أنا هقطعك في الجزية دي هل العيبة اللي جابها الزمالك والصفقات هي صفقات تبقى مرضية عشان بعض الناس قال لك قل الله هي صفقات كتيرة فيهم أسماء كويسة بس مش كل الأسماء تشين نادي الزمالك هل أنت شايفين دي صفقات مفيدة لنادي الزمالك جدا طبعا جدا لا 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 موضوع ما أنت أولا حلت مشكلة نص الملعب بشكل كبير جدا بوجود شحاتها وزياد كمال حلت مشكلة الحتة اللي قدام دي ما عندك فيها حدس ولا حرج نقصك بس كنت أنت معتمد بشكل كبير جدا في خلال الأسبوعين اللي فاتوا على محمود حمد الوينش مع المسلوسي مع علاء مع حسامة ابن جيد كمان المفاجأة في إصابة فتوح عندك مشكلة شوية في خط الظهر إنما قريدي عندك الأسماء اللي تينفع تشتغل قريدي كانت شغالة كويس قبل كده فأنت يعني خد بالك برضو إن أنت تعمل ترانسفير قوي جدا في نادي الزمالك بالشكل ده في اللي كان يحلم يحلم إنه هو يفك القيد أصلا دي كانت مشكلة كبيرة جدا وفي يناير خد بالك ما حدش بيجيبكو عدد الصفقات دي كلها في بيبقى في صعوبة عشان كل نادي يقول لك لأ العسيب لعبتي بقى الآخر المسلم بتعالك كلم معايا لكن تغفت جيب اللعبة دي كلها في يناير أقول بقى أنا وراء عليك ده حاجة كبيرة جدا وبأرقام إيه الأرقام قليلة جدا على عدد اللعبة اللي جات أنت كنت بتجيب بـ 220 مليون جنيه عدد الصفقات دي لما دلوقتي أنت جيبهم كلهم لا تخطوا لـ 40 مليون جنيه صحة كلهم سيبك من عقدهم أنا بتكلم على دفع الفلوس لأندية كلها أنت أعمل حوالي بتاع 8 صفقات مصريين بـ 40 مليون جنيه يعني وفيهم أسماء حدث ولا حرج عبدالله السعيد حاجة من تلزينة جامدة جدا عندك نصر ماهر عندك حمدي عندك طب عبدالله السعيد في رأي يقول لك والله هو لعيب طبعا عظيم ولعيب كويس بس يعني سنه كبير رأيك إيه في البيض حلو قوي حلو عارف خلي الناس تتكلم هو كريستان ونورنض عندك كم سنة صحة 29 سنة داخلي على البينة يعني يعني من أعظم لعيبة العالم طبع بعمليه في الدور السعودي كل ما نقول خلاص انتهى يرجع لك تاني كل ما نقول خلص يرجع لك تاني جماعة عبدالله السعيد عنده المقدرة أنه هو يدي وعنده الدوافع وعنده الشغف أنه هو يدي خد بالك كمان في نقطة مهمة لازم الناس تبقى أخدم نقلت عبدالله السعيد لنادي الزمالك مدياله دوافع وحوافز كبيرة جدا 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 طبيعة الحال ودي هتخليه يدي تاني مش أقل من سنتين مش أقل من سنتين أنا مش عايز منه أكتر من كده يكون نادي الزمالك وقف على رجله مظبوط وعرف يشكل تيم محترب يشيل معك عبدالله مع شكبالة مع الأسماء الكبيرة دي خد بالك نادي الزمالك كان محتاج أسماء تقيلة أسماء تعرف مشكلة نادي الزمالك الفترة الأخيرة أنه إزاي تعرف تحط الكرة تحت رجلك اللي هيخليك تعمل لك دي الأسماء اللي جات دلوقتي أنت كنت الكرة مجرد أنها بتعدي نص الملعب وانت فاتح الملعب وشغال وبتشتغل وكرة تقطع منك في نص الملعب فبتترد عليك هجمات مرتدة ما كانش حد بيعرف يمس كرة تحت رجله كويس فدلوقتي عالليد دي بشكل كبير جدا زائد كمان أن العيب بيعرف يجيب جول أنا بتكلم على ناصر وعبدالله وإحمد حمدي وحتى الولد الصغير عاطف اللي هو إحنا عشمانين إنه هو يبقى حاجة كويسة فيما بعد إن شاء الله بإذن الله لأنه كمان الناس لازم تفهم مش كل الناس اللي جات دي هتلعب